بسم الله الرحمن الرحيم خطأ كبير يقع فيه كثير من الناس يكونوا سببا في ضياع المال وأنا شخصيا وقعت فيه لذلك وجدت أن أنا من واجب التنبيه على ذلك هذه المسألة الخطيرة رول هذا الحديث ابن ماجا والبيهقي وصححه الإمام الألباني في صحيح الجامع من حديث أمران بن حسين وحزيفة بن إيمان وواقع من التابعين وغيرهم من الصحابة والتابعين قال عليه الصلاة والسلام من باع دارا أو عقارا فلم يجعل ثمنها في مثلها أو في مثله كان قمنا أن لا يبارك له فيه من باع دارا أو عقارا من باع دارا أو عقارا فلما يجعل ثمنها في مثلها أو في مثله كان قمنا أن لا يبارك له فيه معنى هذا يعني يبيع حتة أرض أو عمارة ويأخذ فلوص يشتري بها عربية يعمل بها مشروع لا يبارك في هذا المال وصفيان السوري يقول من باع دارا لا يشتري بهذا المال إلا دارا فأنا نفسي عملت كلام هذا من زمان طبعا كنت لا أعلم هذا الحديث لما كنت تعلمت العلم الشرعي في هذا الوقت وعملت مشاريع وكتأرض بمئة الألوف وهي الوقت الآن لا تقدر بملايين ويضع هذا المال يعني عددت في مشيئ الناس نصبت علي فهذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم طبعا كثير جدا من الناس اللي يعلم هذه المسألة كثير جدا من الناس طبعا هذا على الغالب من أحوال الناس ربما في قليل أو في النادر بعض الناس يبيع حتة أرض ويعمل مشروع ويمجح لكن على الغالب من أحوال الناس ليه حتى لو لم أفصلوا قالوا أن الأرض هي في البركة فيها ربما سلحات قلبي وفي صورة فصلت ودعل فيها رواسية من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين صورة فصلت فالبركة في الأرض وفي الأقار محاديش هايدا يأخذ لكن ف عملت تشتغل وحوش لكن ما تبيعش حتة الأرض اللي عندك أو اللقار اللي عندك وتاخد فروس تعمل من المشروع الفروس حضية طبعا كثير جدا من الناس يقع في ذلك ويكون سببا فيه ضائع المال ف هريدت أنت في أول المسألة دي وأنا سأكتبكم كلام ده بالشرح بالتفصيل وريدت أن تنشره في فيديو ده عشان في يكون فيه توعية للناس لأن كثير جدا من الناس يكون عنده أملاك ويبيع الأملاك ويعمل مشروع ومشروع يفشل والفروس بالضيئة ويعنده مع ذلك أشتاد الندم لو كان ولو أنه طبق كلام النبي صلى الله عليه وسلم فمتقوش في الخطأ ألا أنا وقعت فيه أتقوش في الخطأ ألا أنا وقعت فيه فأنا سأكتب لكم الشرح والتفصيل في الوصف في الوصف فإنساكم هذا الكلام ونشره هذا ونشره هذا ونشره هذا في ثواب عظيم أقولوا قولي هذا أستغفر الله اشتركوا في القناة